نهارك سعيد نبتدي بأحداث شارع محمد محمود ولا بلاش نبتدي بأحداث شارع محمد محمود خلينا نبتدي بالمجزرة مجزرة بورسعيد اللي ما نقدرش هنا عليها أحداث وما نقدرش هنا عليها أي حاجة غير إنها بالفعل مجزرة أو مدبحة بورسعيد حضرتك بتحمل مسئولية لمين حضرتك شايف مين الطرف حقيقي المسئول عن مجزرة زي دي خلينا أقول إنه إحنا مازلنا في مرحلة الارتباك ودي مرحلة طبيعية بتعقب الصورات والتغييرات الكبرى وأظن إن 25 يناير واحدة من أكبر إن لم تكن أكبر على الإطلاق الأحداث اللي شافها العالم كله بشهادة العالم وخلينا نرجع تاني نقول إنه كل رؤساء العالم في العالم الأول أشادوا بهذه الصورة وقالوا إن إحنا هنعلم ولدنا ماذا فعل شباب المصريون كل دوة في المقابل لي كان هناك من سقطت لهم مصالح مع سقوط النظام أو مع محاولة إسقاط النظام لأن إحنا مازلنا حتى الآن نحاول كل من كان لهم أصلحة هو يقف وراء ما حدث في بورسعيد وخلينا أدخل من التعميم إلى التخصيص أنا مش متصور إنه حد كان بيصول ويقول في البلد بلا ضابط ولا رقيب ويحقق مصالح شخصية وفجأة يجد نفسه خالي الوفاد ومالوش فرصة إنه ما كان يحقق الحزب الوطني تحديدا القيادات التنفيذية اللي كانت في هذا التوقيت خاصة إن بورسعيد يعني محافظة لها خصوصية إنها كانت محافظة الانفتاح الأولى وبالتالي تم تكوين صروات غير عادية ربما بطرق مشروعة بالنسبة للناس البوسطة لبورسعيد العاديين وربما بطرق غير مشروعة بالنسبة للمتنفذين في هذه المدينة المصرية الصميمة كل هؤلاء كانوا وراء ما حدث وخاصة أن المؤشرات التي تعلن أو تصرب حتى الآن بتقول إنه ما حدث غير طبيعي لأن أنا أعرف إن الشعب البورسعيدي شعب كروي بابتياز لكن له ليس شعبا دمويا حقيقي على الإطلاق مصر كلها من شعب دمويا كلنا كل المصريين من شعب دمويا عنده حساسية من الأهلي وعنده حساسية من الزمالي لكن لا يصل إلى هذا الحد الإجرامي على الإطلاق ومحاولة إلصاق التهمة بالشعب البورسعيدي إذا جاءت تسمية المكان شعب البورسعيدي لكن إحنا بنقول في هذا الإطار يبقى ده محاولة لضرب أكتر من عصفور بحجر واحد إحداث وقيعة بين المصريين والمصريين محاولة تلفيق التهمة حتى يفلت الجاني الحقيقي وفي ملابسات كثيرة الإعلام تكلم فيها زي عدم وجود المحافظ زي تغيير مهدير الأمن قبل الحدث بمدة بسيطة زي لحم أبواب الأستاد حتى يمنع القروض زي إطفاء النور إطفاء النور وهكذا وجود صورة كانت بتكرر وبتزاد على شاشات الفضائيات وفي اليوتيوب وكذا أن الأمن المركزي واقف وبيفتح صغرة الناس بتعدي منها وهو واقف بيتفرج وبعد بعد اللحظة يحصل الخلف ضر وينسحب بقية الصف ويختلق الحبل بالنابل يعني في علامة استفهام كل دوة حقيقة محتاج لشافافية في التناول وفي الطرح وفي البحث ما ينفعش أن إحنا نمشي بطريقة التستيف المصرية اللي احنا تعودنا عليها الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا لا احنا عاوزين ربما كأحد تدعيات التغيير المفروض أنه يحصل بعد 25 يناير أنه حتى أسلوب التناول يختلف إحياء أستاذ كمال أنه دايما بنقول لما بنتذكر المأساة اللي حصلت في بورسعيد أنه الحقيقة أنه الأولاد دول حقيقة غدر بيهم يعني اللي بينزل تحرير أو اللي بينزل عند وزارة الداخلية أو الشهداء اللي فاتوا من وقت 25 يناير اللي فات في 2011 يعني نازل يمكن وهو عارف القوة اللي هيواجهها ووارد أنه يكون متخيل أنه ممكن ما يرجعش وارد أنه يكون متخيل أنه ممكن يرجع مصب في عينه واخد خرطوش إنما اللي نازل راح يتفرج على الماضش كان أبعد ما يكون في خياله أنه ممكن يواجه حاجة زي كده مظبوط ويمكن لو حضرتك شفتي العينات اللي تم تركيز الدقة عليها من الشباب الجميل الصغير يعني في مرحلة سنوي يعني ما يكملش لسه ما دخلش حقيقي والأطفال اللي كانوا بيكرمهم من على صور 18-19 سنة أو أقل من كده وتكتشفي أنه في مدارس مش عاوز أتكلم من ناحية الاجتماعية يعني مش أتكلم طبقي لكن خلينا أقول أنه في مدارس أجنبية في كليات اللي بعد كده في سنة أكثر من 19 في كليات من كليات القمة وكذا الأمر في المنطقة الخطورة لأن مش هما دول اللي عاملين يعملوا شغب حتى شغب ملاعب حتى بلاش شغب سياسي حتى دول مش بتوع الشغب الملاعب يعني الناس رايحة تتفسح أنا مش متصور إلى يعني أنا مش قادر حتى أتخيل أنه ابني يروح ماتش كورة يتفسح وحتى في حد كتب مرة تعليق صغير كده قال إن في أم عاوزة تبعد ابنها عن بدان التحرير فيطلع حبيبي منك شدعو بالسياسة خد يا حبيبي بالفلوسة خد صحابك وروح تفرج على الماتش فكانت النتيجة واحدة وكأنه راح للتحرير لأنه رجع لها في صندوق هذا شيء مؤلم للشخصية المصرية لأنها إحنا بيننا وبين الدم فاصل حقيق ما بنقدرش ما بنقدرش نشوف الدم حتى في في الفراخ اللي تتدبح قدامنا أيام ما كان فيه كلام زي كده اللي هي حلال فما بالك بقتل إنساني يعني أنا مش شايف إن الدم المصري بقى مستبح إلى هذه الدرجة حقيقي ربنا يصبرنا يا رب ويصبر كل أمهات الشهداء ويصبر كل أم فقدت ابنها أو حتى زوجها أو أي حد حتى في فعلتها الحقيقة إنه لجنة تقاصي الحقائق وده اللي إحنا عايزين نتكلم فيه برضو محركة أستاذ كمال يعني أخيرا سمعنا مؤشرات أخيرا لجنة تقاصي الحقائق وصرتنا إنه آه اللي انتو بتفكروا فيه ده حقيقي وفعلا انتو اللي شايفينه ده حقيقي وأخيرا بتديني نشوف نتيجة يعني ابتدوا مبارح نقول إنه لجنة تقاصي الحقائق بقى في قالت إنه في فعلا مؤشرات للتعمد في المأساة اللي حصلت في برسعين رأي حضرتك إيه في دور لجنة تقاصي الحقائق وإدارة مجلس الشعب المنتخب من قبل كل المصريين وهو مجلس الثورة وهو المجلس الذي يعبر عن رغبات ومطالب الشعب المصري فيما بعد فيما حصل في برسعين خلينا بس أسبق الكل اللي قلتي ده بكلمة من المفترض من المفترض لأن الحقيقة أنا واحد من الناس اللي جالي صدمة من أداء المجلس سواء أعضاء أو رئاسة لأن هذا المجلس ربما حاجة مش عارف هل فيه حاجة ما هو عاوز ينفيها عن نفسه فمتمسك أو بحكاية الليحة يعني دايما كل شوية أقول إيه أصبح تبقى للليحة تبقى للليحة واستغرقوا جلسة أو أكتر في الكلام عن الليحة هذا الأمر يمكن أن يكون مقبولا من مجلس شعب في ظروف عادية لكن مجلس شعب في هذه الظروف المرتبكة والملتبسة والمحتشدة بالالتهاب على أصائد مختلفة أتصور أن هذا الأداء ياخد عليه سفر إن كان فيه درجة أقل من السفر أن ندهاله لأنه أنا مش شايف أنه استخدم أدوات وأليات المتاحة لي في مواجهة المشاكل يعني أنا مثلا بينما الشرع يعني يموج بكل هذه الدماء سواء من محمد محمود قبلها من مسبيرو إلى محمد محمود ووصولا إلى بورسعيد وردا إلى مجلس الشعب مرة أخرى أو دائرة وزارة الداخلية وكذا في كل هذا نجد أنه يخصص جلسة لمناقشة أموبة البتجاز حقيقة كانت غريبة جدا إبارة مش فاهم يعني أنا عندي ميت هيرجعوا يقولولي أصلي الليحة بتقول لما مش عارف كم عضو يقدم طلبات إحاطة أو طلبات استجواب أو كذا يبقى احنا ملزمين بأننا هذا الكلام يقال في الظروف العادية لكن عندما أكون في حرب ونحن الآن في حرب حقيقية مع كل أعداء الصورة ومع كل من يريد أن يختطف الصورة إلى مربعه بيبقاش ده أداء المجلس بهذا الشكل وبالتالي ما يخرج من هذا المجلس من اللجان لن يكون بعيدا عن هالنفس الأداء والدريع عليك ده أنه حتى الآن لم نسمع عن تقرير هذه اللجنة حتى الآن لم وجدنا اتجاة متبينة داخل اللجنة ومن كان يبكي على ابنه اللي أصيب في 28 يناير وأبكى مصر كلها بلا استثناء مش بس أعضاء المجلس وأنا واحد منهم أنه فجأ بأنه بيحاول أن يلتمس تبريراً لوزارة الداخلية أو غيره في تصريحات متبينة مبارح على الفضائيات يعني ميت علامة استفهام هل كانت تمثيلية ولا إيه الحدوتة وبالتالي لن نقبل الآن من البرلمان باعتباره أحد السلطات الثلاثة الرئيسية في الدولة وفقا للدستور أنه يتناول الأمور بهذه الخفة وبهذه التبسيط ومحاولة توزيع الدماء بين القبائل يعني مش ممكن كده مش ممكن أنا متصور نحن الآن بحاجة أنا هتجاوز مجلس الشعب وأخش على المجلس العسكري باعتباره الرئيس أنا مش جعب الجيش لكن هذا المجلس الآن في موقف سياسي هذا المجلس وصمته برضو عليه علامات استفهام نحن نستحق أن يخرج علينا أحد المسؤولين من المجلس ويقول الأمور فيها 1, 2, 3, 4 وأنا باستند إلى إيه باستند إلى أن المجلس العسكري تربيع عسكرية يعني فيه حسم وحزم وضبط وربط أول كلمة بنسمعها أما نسمع جيش يعني ضبط وربط أين الضبط والربط عندما يعني خلينا أربط حاجتين ببعض لما حصلت انتخابات مجلس الشعب ونحن كنا قلقين جدا وحطين إذن على قلبنا أن البلد سوف تشهد مصادمات دموية وخاصة في الصعيد حيث العصبيات والانتماء القابلي وكذا وعارفين يعني إيه كلمة نائب عندهم يعني بترتبط بالكرامة وبالوجهة الاجتماعية وكذا أكتر حتى من أي حاجة تانية نفاجأ بأنه هذه الانتخابات تمر بسلام وبسلاسة وكأننا في دولة من العالم الأول ودي كانت مبهرة وسقفنا كلنا للجيش وقلنا برافو لأن كان فيه حالة من حالات الانضباط إذن هو يملك أن يصنع انضباطا في الشارع ما الذي حدث ولكن كمان كان فيه انضباط من الشعب كان فيه كمان انضباط يعني إحنا كمان كنا عايزين نحافظ على الانتخابات ماشي إحنا كمان كنا عايزين نكون متواجدين فهما كانوا بيساعدون على ده ليه ما بيساعدوناش على أننا نأمن كل حاجة كمان بس برضو مع رغبتنا ومع رغبة المجلس العسكري كانت هناك قوة تريد أن تفسد المشهد ولكنها لم تستطع رغم أنها موجودة ظهرت لنا اليومين دول الطرف الثالث العفريت ما فيش طرف ثالث هناك فيه طرف مقصر حقيقي وليس طرفا ثالثا أنا نهاردة لما بقى في مدينة نصر ومدينة نصر بقيت عاملة زي شوبرة دلوقتي يعني بقيت شيء منطقة نائية وفي شارع عباس العقاد ويتم الهجوم على مكتب صرافة ويتخب منه بشاعة 180 ألف أو كذا وبنك قبلها بشوية وفي التجمع كلام فيه متعلمة استفهام أيها طبعا إذن أنت لديك الآليات التي تصلت من خلالها أن تضبط الشارع أنا أقول ولا تريد ولا تريد الأمر هنا هو في السؤال عن مدى توفر الإرادة السياسية لدى المجلس العسكري ليعيد الانضباط للشارع أنا أتخض لما ألقى وسط البلد بقت تحصينات عسكرية ويتحط فيها أوالب أسمنتية كتل كده عشان نمنع إيه إيه حكاية الفصل بين الصوار وبين الدخلية إيه الفصل ده أنا أول مرة أسمحها خارج قطار الصراع على مصر الإسرائيلي أسمع أني فيه فصل وبعدين يعني معرفش أنا مش عاوزة يعني أخشي من موضوع لموضوع لكن الأمور هي كلها مترططة حقيقة كلها نفض على بعضيها يعني أنا النهاردة لما أفاجأ بأنه بنطالب الطرفين بضبط النفس هزة هزة والحقيقة أنه كان فيه مبادرات كتير جدا والمبادرات فشلت كلها من الطرفين على فكرة لابد أن تفشل مش بس من قبل الصوار معلش ما نقول لحدك لابد أن تفشل ليه آه لأن أنا بتعامل مع الاتنين وكأنهم على قدم المساواة صوار ودخلية لا ما يتعاملش يتم التعمل بكده الصوار هم شباب في النهاية لا يملكونا إلا أدوات يعني سازجة إيه طوب إيه مولوتوف إيه كلام ده بينما الطرف الثالث مدجج بالسلاح يعني يعني خبطته بألف أنا أطالب الدخلية بأنها معلش يعني استنوا شوية وأقول للدول استنوا ما ينفعش كلام ده الدخلية دي جهاز مسؤول جهاز مسؤول ما فيش حاجة يسمعها الزباط مش عايزين يسمعوا الكلام يعني أنا سمعت وتخضيتنا لما بيتكلموا مع أحد القاضى ما عارفش إذا كان المدير الأمن ولا رئيس حاجة كده تبع القيادات يعني أو لوقات الشرطة يقول أصل إحنا بندي تعليمات للزباط والزباطنا بتسمعش إيه ده إزاي يعني إزاي في حاجة في المنظومة العسكرية اللي هي الشرطة منظومة عسكرية برضو لأنها بتضار بنفس الأليات في حاجة اسمها بدي تعليمات للزباط والزباط مش عايزين يسمعوا إيه الكلام ده يبقى معلش حضرتك متشكرين كترخيرك أنت قدت معاه لم تستطيع أن تؤديه تفضل ويسيب مكانك لحد تاني يؤدي معاه عليه حقيقة أستاذ كمال حقيقة أنه كمان أحداث شارع محمد محمود رجعت مرة تانية نظرية المؤامرة نظرية المؤامرة اللي بتتفشى في مصر بشكل كبير جدا الناس كلها بتخون بعضها ناس بتتهم جهات كتير جدا بالتواطق وإن كان الكسل أو إن كان التقسير فهو يعني التواطق أيضا رأي حضرتك إيه في اللي بيحصل وشايف اللي بيحصل عند شارع محمد محمود ومحاولات اقتحام وزارة الداخلية اللي حصل في الدرائب أحداث شارع منصور كل اللي بيحصل ده حضرتك شايفه إزاي المشكلة الأساسية في حكاية المؤامرة إنعدام الثقة وإنعدام الثقة هنا أتصور إنه بفعل فعل لأنه ما بقناش نصدق بيتقلنا يعني أسمع كلامك أصدق أشوف أمورك أستعجب أي هو دي القضية الأساسية إنه إحنا لابد أن نعيد مرة أخرى بناء جدار الثقة بين الحاكم والمحكوم لأنه قلب به سياسة أو قلب به إدارة إنه هناك عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم نحن نعطيق الثقة في مقابل أن تعطينا الأمان أي طب فين يبقى هو المسؤول هو المسؤول كل من يجلس في مكان السلطة هو مسؤول التقصير مش من الناس الناس طلعا وكانت بتحلم إن 25 يناير هتنقلهم من حال إلى حال وإحنا كمصريين دايما عندنا تفاؤل وقلنا خلاص إحنا العصر الجديد والعصر الباعد وكلمة عصر الجديد وعصر باعد دي بنقولها باستمرار من 52 للنهاردة كلما يتغير الحكم بنقول عصر باعد كله باعد وعصر جديد هذا كلام كلام مش مظبوط لكن المشكلة النهاردة إيه اللي بيحصل لا في خيوط بتربط دا كله ببعضي بتقول أن هناك جاة ما تريد أن توجه الرأي العام باتجاه معين وكأنه يعني ربما أعود مرة أخرى عندما قال الرئيس السابق مبارك أنا أول فوضى الآن الآن كلمة أنا أول فوضى تتكرر بشكل تاني ومن شخص أخرى حقيقي نحن نريد أن نسمي الأشياء بأسمعها أنه يا جماعة لا يصح هذا مع جيل أنا عجبني في الفيسبوك تعليق من أحد الشباب بعت رسالة للمسؤولين بقول لهم أيها المسؤولون أنتم لم تقرؤونا صح بطريقة صحيحة إحنا تركبتنا مختلفة عن الجيل اللي فات ده فيما يخص المؤامرة أو نظرية المؤامرة الداخلية ولكن هناك أيضا نظرية مؤامرة خارجية أنه المؤامرة الحقيقة مش بس الناس شايفاها أنها ممكن تكون من الداخل ولكن كمان فيه ناس شايفا أن المؤامرة أيضا من الخارج عند حضرتك رأي في فكرة المؤامرات الخارجية ولا بتستبعدها لا لا شوفي ما فيش حاجة ما فيش أسونا نحن لسنا في المدينة الفاضلة ومش في العالم النقي قوي لدرجة أنه مبقاش فيه مؤامرات حتى الولايات المتحدة الأمريكية يحكي عليها مؤامرات أخذ بالك وبالتالي آه فيه مؤامرة لكن المؤامرة يعني إيه الدول خارج الإطار الإقليمي خارج الإطار الحدودي بتاعنا كل الدول تبحث عن مصالح ربما تصطدم بل بالضرورة تصطدم بعض المصالح مع مصالحنا آه هنا يظهر ما يمكن أن نسميه مؤامرة لكنهم مش مؤامرة هم ناس وفق الإمكانياتهم بيدوروا على تحقيق مصالحهم بأكبر قدر ممكن كون إن الداخل مسوس ده مش مشكلة الخارج آه فيه مؤامرة طب إحنا عملنا إيه في موجة المؤامرة نحن لدينا أقوى أجهزة استخبارات في العالم ربما تصنى في الثالث أو الرابع أو حاجة زي كده يعني ما بتخرجش عن العشرة وخبرات عامة خبرات عسكرية آآ أمن دولة اللي هو بين قصين الأمن الوطني آآ مباحث عامة مباحث جنائية كل دول مش قادرين يقدموا تقرير يقول إيه الأبواب اللي جايلنا منها الريح عشان نسدها ونستريح ده تقصير ده تقصير معني مش تقصير بس سياسي ده تقصير معني يجب أنه حسب الأفراد أو المؤسسات أو الهيئات اللي مطلوب منها أنها تحمي الجبهة الداخلية ومعرفتش تحميها فبالتالي أنا متصور أنه الأمر مش منقطع السلة كمان بما كان يحدث قبل كده يعني بمعنى إيه يعني زي ما بيقول المثل أكلته عندما أكل السور الأبيض القضية أنه عندما عندما بدأت المشاكل في الجبهة الداخلية تم حلها بحلول عرفية يعني معناها إيه حلول عرفية يعني إركن القانون على جنب وزمان في العهود البائدة اللي بتقال دي حد قال أنا ديت القانون أجازة دلوقات ما يقولوش يدينا القانون أجازة لكن هما فعلا يدلوا أجازة مفتوحة إحنا عايزين مرة أخرى إذا كنا نريد بقى بناء جدار الثقة أن يعود مرة أخرى الاعتبار لسيادة القانون بدون سيادة القانون يبقى إحنا بنحرط في الماء فعلا ويعني لازم يكون فيه قانون ومش بس قانون لأنه قوانين الحقيقة موجودة ولكن تفعيل القانون هو الأهم الكاتب والمفكر أستاذ كمال زاخر بشكر حالتك على وجودك معنا النهاردة وبنتمنى يا رب أن احنا نشوف بكرة مصر أحلى زي ما كلنا نفسنا نشوف أكيد أحنا عندنا التفاؤل مصري صميم جوانا في تركبنا ويا ما عدت يا ما دقت على الرأس طبول زي ما بنقول في أمسان الشعبية وبتعدي وبنقول أكثر قوة يعني أنا متصور أن أنا سنعود أكثر قوة يا رب يا رب مشاهدي نهارك سعيد الحقيقة إذا كنا منتكلم عن المؤامرة فإذا كان في مؤامرة داخلية أو إذا كان في مؤامرة خارجية فنرجو بقى أن إحنا ما نديش لحد الفرصة أنه يتأمر علينا إذا كان من الداخل أو من الخارج نروح لفاصل ونرجع نستكمل فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد تابعنا